أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه تابع بقلق الحدثة الغادرة الذي تعرض له الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي دونالد ترامب وعبر صفحاته رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي أكد الرئيس السيسي إدنة مصر للحادث معربا عن التمنيات بالشفاء العاجل لترامب واستكمال الحاملات الانتخابية الأمريكية في أجواء سلمية وصحية خالية من أي مضاغر الإرهاب أو العنف أو القراهية اشتركوا في القناة